منشأة بلحاف الغازية في شبوة أهم المنشآت اليمنية وحدى الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني تصيرها السيطرة الإماراتية ثكنة عسكرية وتحرم البلاد من مورد يعول عليه إنقاذ الاقتصاد وإيقاف تدهور العملة الوطنية وهو تشقيل منشأة بلحاف لتصدير القاز الطبيعي المسال ونؤكد جهوزيتنا فرغم المطالبات الرسمية والشعبية المتكررة بإخلاء منشأة بلحاف من القوات الإماراتية تستمر الأخيرة في العبث بمقدرات اليمنيين وتكدير معيشتهم لضمان الإبقاء على حالة العجز ومصادرة القرار السياسي للشرعية القوات الإماراتية المتواجدة في بلحاف منعت مؤخرا دخول وفد صحفي دولي إلى المنشأة رغم حصوله على موافقة من السلطة المحلية وشركة النفط في مسعى للتغطية على جرائمها التي تمارسها في المنشأة وخلال سيطرة الإمارات على ميناء ومنشأة بلحاف منذ ما يزيد على ثلاث سنوات لم تنبس السعودية قائدة التحالف ببنت شفة إزاء انتهاكات أبو ظبي وممارساتها الاحتلالية في المنشأة يقابله رضوخ مستمر من قيادات الشرعية التائهة في الرياض وأي أن كانت محاولات الإمارات وميليشياتها إقاف عجلة التنمية في شبوة تستمر جهود سلطة المحلية برئاسة المحافظ حمد صالح بن عديو استثمار تروات المحافظة بما يسهم في تنفيذ المشاريع التنموية ويعود بالنفع على المواطنين ويبقى السؤال إلى متى يستمر العبث الإماراتي في شبوة بمنشآتها الحيوية من جهة وبجرائمها بحق المدنيين من جهة أخرى ومتى تستعيد شرعية زمام المبادرة لاستعادة حضورها وانتزاع مقدراتها المسلوبة في ظل الصمت الحليف الذي لا يبشر بخير